بجلال أباد بأفغانستان كشف مسؤوله الصحة أن حوالي 15 ألف من النساء والأطفال المصابين بسوء التغذية قد تلقوا العلاج في المراكز الصحية حتى الآن في عام 2019 في حين أن العدد الإجمالي في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة قد وصل إلى 600 ألف حسب منظمة اليونسيف ويأتي هذا التطور وسط العدم الأمن المستمر المرتبط بأربعة عقود من الصراع في البلاد حيث توزع يونسيف الامدادات على المرافق الصحية في جميع المقاطعات الأربعة وثلاثين في أفغانستان ووفقا للمنظمة يحتاج ثلاثة ملايين طفل للحماية والمساعدة هذا العام في حين شرد حوالي 289 ألف شخص لسبب العنف عام 2018 هذا بالإضافة إلى ذلك يعاني واحد من كل ثلاثة أطفال من ضائقة نفسية مرتبطة بالخطر المستمر المتمثل في الوفاة أو الإصابة حسب اليونسيف وللوفاء باحتياجات أفغانستان الغذائية الأساسية عام 2019 تحتاج يونسيف إلى 26 مليون دولار لكنها لم تتلقى حتى الآن سوى نصف هذا المبلغ